وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبول الدعم الممكنة للشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اكتاحت عددا من المناطق بجمهورية السودان وقامت أجهزة الدولة بتسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمال 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان وذلك ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق وجاء تسيير الجسر البري بتوجهات من الرئيس السيسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء وتأكيدا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكل الجانبين